أعلنت عمليات البحرية البريطانية تلقيها تقريراً بشأن حادثةٍ جنوب محافظة عدن وقالت الهيئة إن الحادثة وقع على بعد خمسةٍ وأربعين ميلاً جنوب عدن كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي حوادث مشابهةٍ من أجل التعامل معها كما أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية عن تلقيها هجومٍ على بعد خمسين ميلاً بحرياً جنوب المخى وقالت الهيئة إن انفجاراً أصاب السفينة على جانبها الأيمن فيما لم يصب طاقمها بأي أذى قال مصدرٌ عسكريٌ لقناة الجزيرة إن جماعة الحوث استهدفت اليوم سفينةً جديدةً بالقرب من باب المندب ولم تعلن الجماعة أي معلوماتٍ بشأن استهداف السفينة الجديدة يأتي هذا على وقع تصاعد التحذيرات للسفن من العبور في البحر الأحمر واستمرار تأكيد الحوثيين على مواصلة هجماتهم ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها رداً على العدوان الأمريكي البريطاني وحتى إيقاف الحرب في غزة عود الطيران الأمريكي البريطاني غاراته على عدة مواقع في اليمن وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير قواتها صاروخين مضادين للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون كان معدين للإطلاق وفي بيان لها قالت القيادة إن الصاروخين المدمرين كان يمثلان تهديداً لسفن تجارية وسفن البحرية الأمريكية واعتبرت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير الصاروخين دفاعاً عن النفس وتأميناً للمياه الدولية على حد تعبيرها نفت وزارة الدفاع الأمريكية سعيها للانخراط في نزاع مع الحوثيين في اليمن ودعا البنتاجون الحوثيين إلى وقف هجماتهم على الشحن البحري في البحر الأحمر وأعلن البنتاجون تدمير 25 منشأة لإطلاق الصواريخ وأكثر من 20 صاروخاً ومسيرات ورادارات تابعة للحوثيين منذ 11 من الشهر الجاري